موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أيها المشاهدون المشاهدات سبق أن ذكرنا بعض مسائل القنود في الصلاة ونحن في هذه الحلقة لعلنا نكمل بعض هذه المسائل من المسائل المشهورة هل القنود في الصلاة يكون قبل الركوع أم يكون بعد الركوع الجواب على هذا أولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنة في الصلاة لا في قبل الركوع ولا بعد الركوع يعني في الوتر وأما ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فإنما ثبت ذلك في قنود النوازل في صلاة الفريضة ولأجل هذا استحبى الحنابلة إلى أن يكون دعاء المرء في قنود الوتر أن يكون ذلك بعد الركوع وهذا قد صحى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يدعو بعد الركوع وأما ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنة قبل الركوع فهذا حديث رواه أبو داود من حديث أبي بن كعب وقد ضعفه الإمام أحمد رحمه الله وغيره ولأجل هذا فإن الأحاديث الواردة في قنود قبل الركوع جاء من حديث أبي وجاء من حديث أبن مسعود وأيضا وهذا حديث ضعيف ولا يصح لأن في سنده أبان بن عياش كما أشار إلى ضعفه الإمام الدار قطني ومن المسائل أيضا هل يؤمن المأموم خلف إمامه أم لا الأقرب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن المأموم يؤمن خلف إمامه وقد جاء عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه كان يقنط فيؤمن من خلفه وهذا يدل على أن المأموم يؤمن ويجهر بالتأمين ولا بأس بذلك وهو مذهب الحنابلة والشافعية لكن بعض الناس يظن أن الإمام إذا أثنى على الله بما هو أهله فهل يؤمن المأموم أم لا هذه المسألة وقع فيها خلاف عند أهل العلم فقائل يقول إذا أثنى الإمام على الله يسكت المأموم وقائل يقول يؤمن المأموم وقائل يقول يدعو بما قال الإمام وقائل يقول يسبح وكل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والأقرب والله أعلم أن المرأة أن الأمر لا يخرج عن أمرين الأمر الأول أنه له أن يؤمن ولو أثنى الإمام أو يقول سبحان الله وقد ظن بعض الفضلاء أن قول سبحانه أو سبحانك بعد الثناء على الله أن هذا خطأ لأنهم يظنون أن التسبيح لا يكون إلا تنزيها وهذا لا شك أن ذلك وهم وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في ذلك شيء والأصل أن كل ما لم يثبت عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان ذلك دعاء مشروع في الجملة فالأصل فيه الجواز ومما يقوي ومما يقوي أنه لا بأس بذلك هو قول الله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم فأثنى الله سبحانه وتعالى على نفسه وابتدأ ذلك بالتسبيح مما يدل على أن التسبيح له معان المعنى الأول التعظيم المعنى الثاني ننزه الله عن صفات نقص المعنى الثالث ننزه الله عن صفة كمال فيها نقص المعنى الرابع أن ننزه الله عن مشابهة خلقه فدل ذلك على أن المأموم لو قال سبحان الله بعد ثناء الإمام لا بأس لكن لو سكت فهذا لعله يكون أقرب أو يدعو أو يؤمن والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم والسؤال الآخر هل يرفع المأموم يديه؟ نقول نعم يرفع يديه على الراجح من أقواله للعلم وهو مذاب الشافعية والحنابلة ويرفع يديه ولو شرع الإمام في الثناء لأن بعض الفضلاء يظن أنه إذا شرع الإمام في الثناء لا يرفع يديه ولا شك أن ذلك وهم لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد على الصفة كما روى مسلم من حديث أبي هريرة فرفع يديه وأثنى على الله وحمده بما هو أهله فدل ذلك على أنه يشرع للإنسان أن يرفع يديه ولو أثنى على الله بما هو أهله نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر